السلام عليكم ورحمة الله وبركاته openassistant.io هذا ذكا اصطناعي عمل ذا شات جي بي تي لكن هو open source خلي بالك ان شات جي بي تي ممكن في اي لحظة من اللحظات الشركة من حقها تقول لك لازم تسع فلوسة وشيء حاجة اسمها ببلاش او ببلاش غرصة وشيء حاجة فيه بلان بفلوس وبلان ببلاش لا كله بفلوس لانه في الاول في الاخر الشركة ربحية ويوم ما انها تكسب فلذلك ده حاجة متوقعة في اي لحظة من اللحظات ممكن نهاردة الصبح ممكن قبل ما اشوف الفيديو فنحن نبدأ طيب الحل احنا برضو نلجأ ال open source ونبدأ ان احنا ندعمه ندعمه بان احنا مثلا نجرب ان احنا مثلا الموقع دوت مديني امكانية ان انا اشوف الردود واقول له احسن رد فيهم ايه فده بيقوي ال open assassin اللي هو البديل اللي شات جي بتيه فمثلا هنقول له ايام في الانجلاقي يعني ادي اي مهمة وانا اشوفها يبدأ يجيب لك الشات ويجيب لك كذا حاجة فانت ممكن تعمل ترى ال write للكود تمام تقدر انت تختار احسن واحد فيهم ده بيساعد على تطوير الشات جي بتيه ممكن تشوف الاسئلة والاجهوبة تبدأ تقارن ممكن كريت نشان تبرومت فمجرد نحن نساعدهم باختراحات ده بيحسن الاداء فانت تقدر تتفاعل معيه وتحسنه وتوجيهه يعني كما تدمنى ازاي ان انا اوجه الشات جي بيتيه او زكاة الاصناعي اللي قيم وافكار معينة بدل ما هو محشو بافكار زفت ممكن مثلا حاجات عنصرية ممكن ودي ممكن نتكلم فيها فتير لان في افكار عنصرية موجودة جواء وموجودة في القضاء يعني كذا مرة الزكاة الاصناعي يتحيز ضد السود يتحيز ضد العرب يتحيز ضد الستات هم هو يطور نفسه لكن لو شاف لا احنا التحيز ضد العرب فهو ممكن عليه فلا حسن الكون انما هنا نقدر نحن نحسن الكون نقدر ندخل فلسفة الفرابي وبنسين وبنروجب والغزائل يكون حاجات اللي نقدر نغذي بها لانه هو من سورس يمكن ان تخذ قبي وتعدل فيها زي ما انت عايز هنا بيكتب أسام الناس اللي بتدعم هنا في بعض الرسائل تمام اذا تكتب اي رسائل الـ الستاتس اللغة العربية كل اللغة بها human message by language نحن نحتاجين ان نحن نتفاعل معاه تدرب دي صفحته على الجيت هاب وتقدر ان انت تاخد الملفات كلها تحملها عندك بقاعدة البيانات اللي موجودة باخرى التطوير وتعمل موقعك الخاص بك تمام هم سامحين هم من ان انت تسيبها open source دي بعض المشاريع الخاصة بالopen source الخاصة بالذكاء الاصناعي هنا حاجات فيهم ممتازة برضو هتلاقيه موجود على الدسكورد فتقدر ان انت تتشارك مع المعلومات تتناقش مع الناس وهو open source موجود فيه مواقع كثيرة جدا زي مثلا الموقع ده الموقع ده انا جربته على جوجل بلاي بيخمن معاكل الشخصيات يعني مثلا يقول لك انت تتفكر في اي شخصية ونقول لك عليها هل هو امريكي هل هو شخصية حقية هل هو شخصية خيالية وهكذا حد ما يستنتج الشخصية اللي انت تتفكر فيها هو فعلا اجابة تمام طيب ممكن نجي هنا مثلا وتيجي هنا على الثلاث نقط وتقول له اه او لا او لابل او ريبورت لو الاجابة غلق بحيث ان هم يستفادوا من الفيدباك او التفازية العكسية اللي انت هتعملها معا